ثانياً التمثيل البياني للبيانات الموابة يتم التمثيل البياني للبيانات الموابة بالطرق الآتية رقم واحد المدرج التكراري المدرج التكراري عبارة عن مستطيلات رأسية متلاصقة تتناسب مساحاتها مع التكرارات ولتمثيل البيانات بالمدرج التكراري نقوم برسم محور أفقي يمثل الفئات ورسم محور رأسي يمثل التكرارات ثم نقوم برسم مستطيلات متلاصقة على المحور الأفقي كل مستطيل يمثل فئة من الفئات وقاعدته تساوي طول هذه الفئة وارتفاعه يساوي تكرار هذه الفئة ثانياً تمثيل البيانات الموابة بالمدرج التكراري المدرج التكراري عبارة عن خط بياني منكسر يصل بين النقاط التي إحداثيتها مراكز الفئات والتكرارات ولرسم المضلع التكراري نقوم برسم محور أفقي يمثل مراكز الفئات ثم رسم محور رأسي يمثل التكرارات ثم نقوم برصد النقاط التي تمثل مراكز الفئات على المحور الأفقي والتكرارات على المحور الرأسي ثم نصل بين هذه النقاط بقطع مستقيمة لنحصل على المضلع التكراري رقم 3 تمثيل البيانات الموابة بالمنحنة التكراري لرسم المنحنة التكراري يتم رسم محور أفقي يمثل مراكز الفئات ورسم محور رأسي يمثل التكرارات ثم نقوم برصد النقاط التي تمثل مراكز الفئات على المحور الأفقي وتقابل التكرارات على المحور الرأسي ثم نصل بين هذه النقاط باليد لنحصل على المنحنة التكراري رقم 4 تمثيل البيانات الموابة بالمنحنة التكراري المتجمع الصاعد أو الهابط لرسم المنحنة التكراري المتجمع الصاعد يتم تكوين جدول تكراري متجمع صاعد ثم نقوم برسم محور أفقي يمثل الحدود العليا للفئات ومحور رأسي يمثل التكرارات المتجمعة ثم نقوم برصد النقاط على الرسم التي تقابل الحدود العليا للفئات والتكرارات المتجمعة ثم يتم توصيل هذه النقاط لنحصل على المنحنة التكراري المتجمع الصاعد وبنفس الطريقة يتم رسم المنحنة التكراري المتجمع النازل ولكن يحتاج إلى تكوين جدول تكراري متجمع نازل ويتم توضيح ذلك من خلال الأمثلة التالية الجدول التالي يوضح توزيع أجور 50 عامل بمئات الريالات والمطلوب رقم 1 رسم المدرج التكراري رقم 2 رسم المضلع التكراري رقم 3 رسم المنحنة التكراري رقم 4 رسم المنحنة التكراري المتجمع الصعيد والمنحنة التكراري المتجمع الهاب لرسم المدرج التكراري يتم رسم محورين المحور الأفقي يمثل الفئات والمحور الرأسي يمثل التكرارات ثم نقوم برسم مستطيلات متلاصقة كل مستطيل يمثل فيها من الفئات وقاعدته تمثل طول هذه الفئة وارتفاعه يمثل تكرار الفئة وذلك كما يلي يستخدم المدرج التكراري في تحديد المنوال بيانيا ولتحديد المنوال بيانيا يتم تحديد أكبر مستطيل وركن الأيمن وركن الأيصر والركن الأيمن للمستطيل اللاحق والركن الأيصر للمستطيل السابق ثم توصيل الركن الأيمن لأكبر مستطيل بالركن الأيصر للمستطيل السابق والأيصر لأكبر مستطيل بالركن الأيمن للمستطيل اللاحق ثم إسقاط عمود من نقطة التقاطع لتقاطع مع المحور الوفق النقطة لتمثل هذه النقطة المنوال تقريبا رقم 2 رسم المضلع التكراري لرسم المضلع التكراري نقوم بتنصيف الأطلاع العلوية للمستطيلات التي تمثل المدرج التكراري حيث منتصف المستطيل يمثل مركز الفئة ونصل بينهما لنحصل على المضلع التكراري وذلك كمالي كما يمكن رسم المضلع التكراري بطريقة أخرى بالخطوات الآتية رقم 1 حساب مراكز الفئات حيث مركز الفئة يساوي بداية الفئة زائد نهاية الفئة على 2 وبالتالي فإن مركز الفئة الأولى يساوي بداية الفئة 10 زائد نهايتها على 2 يساوي 15 مركز الفئة الثانية يساوي 25 والثالثة 35 والرابعة 45 والخامسة والأخيرة 55 أي أننا يمكن أن نحسب مركز الفئة الأولى بهذه المعادلة ثم إضافة طول الفئة في كل مرة لنحصل على المراكز للفئات بطريقة متثالية من خلال الجدول التالي يمكن رسم المضلع التكراري برسم محورين المحور الأفقي يمثل مراكز الفئات والمحور الرأسي يمثل التقرارات ثم تمثيل مركز كل فئة بنقطة على الرسم تقابل تكرار هذه الفئة ثم نصل بين هذه النقاط بقطع مستقيمة كل نقطة باللتاليها وذلك كما يلي لنحصل على المضلع التكراري رقم 3 رسم المنحنة التكراري لرسم المنحنة التكراري نتبع نفس الخطوات السابقة التي تبعناها لرسم المضلع التكراري ولكن يتم التوصيل بين النقاط التي إحداثياتها تمثل مراكز الفئات والتكرارات بخط ممهد باليد لنحصل على المنحنة التكراري كما هو موضح بهذا الشكل رقم 4 رسم المنحنة التكراري المتجمع الصعيد والمنحنة التكراري المتجمع الهابط لرسم المنحنة التكراري المتجمع الصعيد نتبع الخطوات الآتية رقم 1 تكوين جدول تكراري متجمع صاعد رقم 2 رسم المنحنة التكراري المتجمع الصاعد برسم محور أفقي يمثل الفئات ومحور الرأسي يمثل التكرار المتجمع الصاعد ثم نرصد النقاط التي إحداثيتها الفئات والتكرارات المتجمعة ثم توصيل هذه النقاط لنحصل على المنحنة التكراري المتجمع الصاعد الجدول التكراري المتجمع الصاعد ممثل في العمودين الأول والثاني والجدول التكراري المتجمع الهابط ممثل في العمودين الثالث والرابع نقوم برسم المنحنة التكراري المتجمع الصاعد من خلال العمودين الأول والثاني وذلك كما يلي نقوم برسم محور أفقي يمثل الحدود العليا للفئات ومحور الرأسي يمثل التكرار المتجمع الصاعد ثم نقوم برصد النقاط التي إحداثيتها الحدود العليا للفئات والتكرار المتجمع الصاعد ثم نقوم بتوصيل هذه النقاط لنحصل على المنحنة التكراري المتجمع الصاعد وذلك كما يلي نتبع نفس الخطوات السابقة لرسم المنحنة التكراري المتجمع الهابط ولكن نستخدم في رسم المنحنة التكراري المتجمع الهابط الجدول التكراري المتجمع الهابط أو النازل ويستخدم المنحنة التكراري المتجمع الصاعد والمنحنة التكراري المتجمع الهابط في حساب الوسيط بانيا وباتباع نفس الخطوات السابقة لرسم المنحنة التكراري المتجمع الصاعد نحصل على المنحنة التكراري المتجمع الهابط في الشكل التالي ترجمة نانسي قنقر